مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا مشاهدي برنامج حكاية نجم معكم مي وائل ومحمد أشرف مساء الخير عليك يا محمد مساء الخير عليك يا مي طبعا برنامج حكاية نجم هيكون هنحكي عن كل حلقة عن حكاية نجم جديد وطبعا نهاردة هنبدأ بنجم كرة المصرية نجم الوقت الحالي هو النجم محمد صراح اللي طبعا محدش ينسى محمد صراح عمله مع المنتخب الوطني أو مع ليفربول أو هو حقق إيه كلام محمد صراح تولد في 1992 في نجريك محافظة الغربية كمان محمد صراح بدأ مسهرته في نادي مقابلين العرب وكانت كل مستغرب من المهبة اللي كان يمتلكها بالرغم أنه شارك في 24 مباراة وسجل خمس أهداف فقط بس من الخمس أهداف دول كان هدف في النادي الآلي اللفت نظر الكثير من الجمهور اللفت نظر الجمهور بشكل كبير بعدين صراح ركب قطر الاحتراف في سيزن 2011-2012 وراح بازل وكان معاهم لمدة موس ونص لاب 79 مباراة وسجل 20 هدف منهم 7 فتشام ينزلين بعدين مورينيو طلب صراح في تشيلسي بس كانت من أسوأ فترات احتراف صراح لأن مورينيو ما كانش حابب أن يديه الفرصة علشان كده شارك في 14 مباراة فقط كبديل وسجل 9 هدفين فقط وبعدين راح صراح لفترة التقلق والنجومية الحقيقة في موسم 2014-2015 لما راح لفريق فيرونتينا نضم عهم على سبيل الأعرى لها بـ 26 مباراة وسجل 9 أهداف ومن هنا لفت الانتباه للرومو الإيطالي فراح ليهم على سبيل الأعرى لمدة سيزن واحد وسجل 15 هدف 42 مباراة وبعدين انتقل بشكل رسمي للرومو فزادت حصيلة أهدافه لـ 19 هدف في 41 مباراة إنما النقلة كبيرة في مسيرة صراح لما رجع للبرامل اللي جاء مرة تانية لكن المراضي رجع على ليفربول حصد هداف الدور الإنجليزي في الموسم الأول بـ 32 هدف بس إجمال تسجيل أهداف وكل البطولات كان 44 هدف لكن حاول محمد صلاح تكرار هذا الإنجاز لكن لم يوفق في الموسم التالي علشان سجل 27 هدف جميع البطولات وفي الموسم التالي سجل 23 هدف فقط بس طبعا كل الإنجازات دي كان لصلاح دور كبير مع منتخب مصر لاب مع منتخب مصر سنة 2012 عن منتخب الأولمبي وبعد كده صعد لمنتخب الأول وكان سبب كبير في تأهل مصر كاس العالم بعد غياب سنين وسجل محمد صلاح 43 هدف بقميس منتخب مصر في 68 مباراة وطبعا قصر قوضة كابتن مجدي عبدالغاني بتسجيل هدفين في كاس العالم وبكده بصير صلاح في تسجيل الأهداف طول المسيرة 177 هدف في جميع الأندية و43 هدف بقميس منتخب وطبعا مش محمد صلاح بس لحق الإنجازات لكن فيه كثير من نجوم المصرين لحقق إنجازات في الخارج مثلا زي كابتن محمد النني اللي تورد سنة 1992 في المحلة الكبرى هو نجمي من نجوم أرسن المميزة جدا إنه لبدأ في النشيء الأهلي وهو في سن 16 سنة بعدين اتجه لمقاولين العرب وشارك معهم لمدة موسمين ولعب 41 مباراة وسجل هدفين وتاني موسم لي مع مقاولين شارك في 14 مباراة فقط ولم يسجل أهداف بعدها انتقل في 2012-2013 لنادي بازل السويسري لكن شارك في 15 مباراة في الدور السويسري وتلاتة في الكاس ولم يسجل أهداف إنما في آخر سيزون لي شارك في 16 مباراة وسجل هدفين وشارك مرتين في الكاس وسجل هدف وفي الموسم التالي تليه مع بازل لعب 28 لقاء وسجل هدفين وشارك 5 مرات في الكاس وسجل هدف إنما في آخر سيزون لي شارك في 16 مباراة وسجل هدفين وشارك مرتين في الكاس وسجل هدف بعد كده انتقل نيني للدور الأوروبي وكانت نالة كبيرة في حياته القروية لنادي الأرسلان لكن للأسف لم يشارك في الأرسلان في أول موسم ليه وكان في الموسم التانية 2016-2017 شارك في 8 مباراة ولم يسجل أهداف نيجي بقى المنتخب الوطني شارك النيني مع المنتخب مصر في 67 مباراة سجل 6 أهداف وحصل على جواز أفضل ممر الكرات في الدوري الأوروبي وبكده نقدرنا نتكلم عن نجمين من أبرز نجوم مصر في الاحتراف وفي الجيل الحالي لكن طبعا فيه مشكلة بتقابل المحترفين دايما إن كان في بداية محمد صراح إنه كان نروح لأحد الفرق المصري هو فرق الزمالك وكانت رفض فأنا أتمنى إنه يكون فيه حد يقدر حجم المواهبة لإنه لو لعب ممكن فيه لعب أو تنين زي محمد صراح يترفض من نادي فإنه هو يحبط ما يكملش كور ما كناش ممكن نشوف في النجمة زي محمد صراح وطبعا كده كانت نهاية حلقة من النهاردة أتنشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة عامل برنامج حكاية تبنى شكرا